اشتركوا في القناة تهم النادي الأهلي ودائماً بنكون معاكم لحظة بلحظة في كل هذه الأمور بالتالي حلقة النهاردة حلقة غاية في الأهمية وتحديداً فقرة ترند ترند اللي هتكون مع بداية الحلقة هتكون فقرة مهمة للغاية كمان احنا منتظرين تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا سواء تويتر فيسبوك وإنستجرام وسؤال حلقتنا النهاردة توقعتك لتشكيل مبراط الغد ما بين الأهلي وأسوان توقعتك لتشكيل الأهلي هتكون ايه؟ مع نهاية حلقة النهاردة هنعرض توقعات حضراتكم ونتناقش فيها كمان معاكم في البداية وقبل أي كلام خلينا نروح نشوف عنوين الترند النهاردة يلا بي في ترند الأهلي الفريق في معسكر مغلق الليلة استعداداً لأسوات في الترند المحلي تأجيل التصفيات الأفريقية لكأس العالم 20-22 وفي الترند العالمي مواجهة ألمانية فرنسية خالصة في نصف نهاية أوروبا بصراحة يعني في موضوع مهم جداً لازم نتكلم فيه وأنا هتكلم فيه في الفقرة المفضلة بالنسبة لكو هي فقرة ترند واللي بنقول فيها سواء خبر جديد أو معلومة جديدة أو بنتناقش فيها في بعض المواضيع الهمة اللي بتم حضراتكم بكل تأكيد فبالتالي أنتوا بتعودين مننا دايماً نحن بنناقش المواضيع بمنتهى المنطقية وكمان بمنتهى الأمانة مع حضراتكم والترند خلال الفترة اللي فاتت كلها أو خلال آخر يومين ثلاثة هو موضوع رمضان صبحي وإحنا تكلمنا فيه مبارح لكن فيه شك جديد في الموضوع ده وفيما يتعلق بإكرامي الأب وإكرامي الإبن كابتن إكرامي الشحات وكابتن شريف إكرامي وحيفضل شهية الإعلام مفتوحة وشهية الجمهير مفتوحة للحديث عن هذا الملف تحديداً فبالتالي إحنا دورنا إن إحنا نوضح لحضراتكم الحقائق ده دور قناة النادي الأهلي ودور نحن كمزعين في قناة النادي الأهلي والحقيقة بتبقى لازم تكون معروفة لحضراتكم وإحنا هنقول فأنا في البداية الملف ما بيخص الرمضان بس دلوقتي بيخص ثلاثة رمضان إكرامي كبير وإكرامي الصغير شريف إكرامي ولهم مننا كل التقدير والاحترام أنا عايز أبتدي بإكرامي الأب وهو الكابتن طبعاً إكرامي الشحات وهو مبرح في الحقيقة كان في لقاء تلفزيوني واتكلم وقال بعض الكلمات اللي أنا عايز أتوقف عندها شوية وقال إيه الراجل قال أنا مليش أي صلة دي موضوع رمضان صبحي وما بتوصلش خالص مع رمضان صبحي وأنا ما أقدرش أكدبك يا كابتن إكرامي وما حدش يقدر يكدبك أبداً وأنا مصدقك لكن أنا في نفس الوقت بصراحة مصدق جداً جداً على مدار الشهر اللي فات تحديداً مدخلات حضرتك في كل البرامج التلفزيونية وكلامك الدائم عن تمانياتك لرمضان بالاحتراف الخارجي وبالانتقال من النادي الأهلي كل الحاجات دي بصوت وصورة أكيد حضرتكم سمعتوها مش أنا بس يعني فأنا برضو مصدق الجزئية دي يا كابتن إكرامي فدي الجزئية اللي تتعلق بالكابتن إكرامي الكبير وأنا هسيب لحضرتكم التعليق في ما يتعلق به هو يعني ومن خلال متابعتكم وقرأيتكم للمنقف وأنا دايماً براهن على زكاء جمهور النادي الشكل الآخر وهو فيما يتعلق به الكابتن شريف إكرامي وكلامه على تويتر مبارح على حسابه الشخصي على تويتر وكلام كان مهم جداً في الحقيقة وعايز أفنده مع حضراتكم شوية لأن اللعب على مشاعر الجماهير في الحقيقة بقى كتير قوي واللعب على مشاعر الجماهير بقى بشكل مبالغ فيه ففي حقيقة كده لازم نتكلم فيها مع بعض وممكن تكون حضراتكم مربطين الموضوع بأن إكرامي شريف يعني إكرامي وعبدالله السعيد وبعض اللعبين حردوا أو شجعوا رمضان عن انتقال من النادي العلي وفي الآخر بالمناسبة رمضان عنده شخصية الرجل يقدر يختار يروح هنا أو هنا لكن فيه حاجات كده معطيات تبقى واضحة دايماً للناس يعني الناس بتاخد بالها من الأمور دي بشكل كبير جداً فأنا هسيب الحتة دي في التحريد فيما يتعلق بالتحريد لإحساس الجمهور والزكاء أيضاً لكن الجزء الأهم بالنسبة لي وهو كلام الكابتين شريف إكرامي لما قال إيه نبتدي بأول حاجة يا جماعة لما قال أقدر جداً حزين أو حزن وغضب الجماهير إذا قرار رمضان وأي أن كان درجة القرابة بيننا فلا تعطيني حق التحدث في أي تفاصيل تخصه وما يعني هنا هو توضيح الصورة الغريبة التي يتخيلها الكثيرون هو في الحقيقة الصورة الغريبة اللي بيتخيلها الكثيرون هي مش غريبة هي الغريبة كلامك أنت يا كابتن شريف اللي أنتك كتبته على حسابك الرسمي على تويتر وكلام في الحقيقة أنا مستغر بتوقيته بصراحة وأنها بصراحة يعني من الآخر كده أنا بتربطني بشريف علاقة طيبة وعلاقة احترامي لكن لما الموضوع يجي عند النادي الأهلي لازم نحط النقط على الحروف ولازم نوضح كل الحقيقة لجمهور النادي الأهلي قال لك إيه بقى؟ قال لك أولاً كنت أو خلي بالك بقى من كلام اللي جاي ده عشان بجد يعني كلام مهم قوي مهم جداً يعني أولاً كنت أول الداعمين بشدة لرمضان إمتى من أربع سنين فاتوا لبدء مشواره الاحترافي رغم معارضة البعض داخل النادي الأهلي استنى بقى ناخدها واحدة واحدة وحتة حتة عشان الجزء إيه مهمة أولاً أولاً الدعمين بشدة هو مين؟ مين اللي بيدعم ده؟ مين اللي كاتب السطور دي؟ بإيده شريف إكرامي اللي هو مين؟ اللي هو كابتن النادي الأهلي سواء من أربع سنين أو دلوقتي سواء من أربع سنين أو دلوقتي كابتن النادي الأهلي بيدعم لاعب مهم في النادي ومفروض كابتن النادي الأهلي ده بيبقى لبعاً نادي يعني بيبقى عايز إيه؟ النادي ده يبقى في أحسن حال والأهلي يكسب والفريقه يكسب وجمهوره يفرح وكلام من ده ده المفروض يعني فكنت أول المؤيدين والداعمين بشدة لرمضان منذ أربع سنين لبدء مشواره الاحترافي رغم معارضة البعض داخل النادي الأهلي بسبب التوقيت لرغبتهم لرغبتهم اللي ليهم حق فيها وطبيعية جداً جداً يعني في استمراره داخل الفريق لتحقيق أقصى استفادة فنية من اللاعب كأن ده أو دي جريمة عند المسؤولين في التوقيت ده أن هما يحافظوا على لعب إمكانيات رمضان صبحي إحنا مش مختلفين عنها إطلاقاً إمكانياته ومش مختلفين عنها إطلاقاً لكن هو شايف من وجهة نظره واضح كده إن دي حاجة غريبة لكن بيقولك في النهاية سفر رمضان وكلام من ده واحترف يعني بعد مفاوضات حقاقة مصلحة الطرفين لكن في حقيقة ورضو أنا عايز أقول على حضراتكم إن النادي الأهلي ما وفقش على احتراف رمضان في التوقيت ده غير بضغط كبير جداً من اللاعب وببعض التصرفات اللي أكيد حضراتكم عارفينها وتصرفات عشناها في التوقيت ده من قبل اللاعب نفسه اللي هو رمضان صبحي فبالتالي كان الطريق الوحيد في التوقيت ده عند المسؤولين الموجودين أو مجلس الإدارة الموجود إنه هو يوافق على احتراف اللاعب يعني الموضوع جهه بضغوط كبيرة جداً على النادي الأهلي نروح لي جزئية أخرى وهو بيتكلم كمان بيقولك إيه من سنتين منذ عامين كنت أول الرافدين كمان يعني بعد الأربع عوامل اللي فاتوا يعني من الأربع سنين فاتوا هو كان رافد أو كان مؤيد عفوا يعني لرحيد رمضان دلوقتي فقا هو كان رافد لمبدأ عودة رمضان داخل مصر وهو مين؟ جابتن النادي الأهلي وهو مين؟ شريف إكرامي قائد فريق النادي الأهلي كنت أول رافدين لمبدأ عودة رمضان داخل مصر برغم حبي للأهلي وعلمي باحتياج النادي له حينما أو حينها سواء بالأعارة أو البيع يعني هو الراجل إيه؟ بيقولك يا جماعة شريف بيقولك يا جماعة إيه؟ أنا بحب الأهلي قوي وبقدر النادي الأهلي قوي بس كنت رافد بصراحة من رمضان يرجع وهو كابتن النادي الأهلي رغم حبي للنادي الأهلي أي حب يا كابتن شريف؟ أي مسئولية بتتكلم عنها؟ أنه انتماء بتتكلم عنه يا كابتن شريف؟ حب إيه وانتماء إيه وكلام إيه؟ هو فيه قائد للنادي الأهلي قائد كابتن النادي الأهلي يكون بيحرد اللاعبين عن رحيل؟ أو يحرد اللاعبين على عدم العودة للنادي الأهلي؟ مع اعترافك أنت بتعترف أن الأهلي محتاجه والأهلي عايزه؟ هو حاجة بتلعب الأهلي ليه؟ يعني أنت الفترة اللي فاتي دي كلها بتلعب الأهلي ليه يا كابتن شريف؟ حاجة بالنسبة لي غريبة جداً فبالتالي دي بعض كلمات شريف لكن لسه عندنا كلام تاني أو مش إحنا بقى ده كلام شريف نفسه بيقولك كمان بعد بطولة أفريقيا الأخيرة ظهرت ملامح أو معالم شخصية رمضان للنور اللي أشاد بيها الجميع وأبرزها الشخصية والقرار هو ميه اللي عمل الشخصية بتاعت رمضان دي؟ معايا كابتن شريف؟ ميه اللي عمل شخصية رمضان؟ طيب هو رمضان آخر مشاركة لي مع منتخب مصر كانت أمتى؟ منتخب مصر الأول كان في كاس العالم على ما أتذكر إن لم تخلني تذكر فين؟ في 2018 في روسيا كانت آخر مشاركة رمضان بعدها تقريبا رمضان مرحش مع المتخب الأول خالص تمام؟ واحترف برا وكلنا كنا بندعمه بنتنده يعني أي العيب بيحترف أو بيمثل مصر برا بندعمه طبيعي جدا زي نجمنا المصري محمد صلاحة فعمل إيه هو برا؟ كانت سين شخصية رمضان صبحي؟ لما كان في هادرسفيلد؟ أو قابليها لما كان في ستوك سيتي الإنجليزي؟ اللي عمل شخصية رمضان صبحي هو النادي الآن لما رجع رمضان وساعد رمضان على حاجات كتير قوي ساعد رمضان على عودة مستوى رقم واحد ساعد رمضان على إنه يكون عنده الشخصية اللي انت بتتكلم عنها رقم اثنين ساعد رمضان إنه هو يكون متواجد في المنتخب الأولمبي ويسام في بطولة مهمة لمصر رقم ثلاثة وما كانش في خطط الكابتن شوقي غريب لأنه كان بعيد عن مستوى وما كانش بيشارك ولا بيلعب مين اللي عمل شخصية رمضان؟ مش النادي الأهلي برضو ولا لأ؟ فكر في الكلام برضو من ضمن الأمور اللي غريبة واللازم أقف عندها ونشد الجماهير أولاً كقائد كقائد لللاعبين بوضع استقرار الفريق كأولوية خلال الفترة القادمة هو بعد إذنك كده معلش يا كابتن شريف يعني هو الكلام اللي حدث كتبه ده كتبه إمتى؟ ده من أقل من 24 ساعة من 24 ساعة بالضبط تقريباً فأنت بتناشد إيه؟ في وقت إنت بتكتب فيه إيه؟ بقاني منطقه وبقاني عقل هل ده كابتن النادي الأهلي اللي بيحافظ على استقراره؟ وعلى استقرار الفريق؟ وبيتكلم على أمور ما ينفعش إن هو يتكلم فيها بتوقيت زي ده؟ أنا بنستغرب بصراحة مواقف شريف إكرام التوقيتات دايماً في إعلانه عن مواقفه بتبقى توقيتات أنا بستنتج منها الانتقام من النادي الأهلي وأنا حجلكم في النقطة دي بعد كده فبيقولك بناشد الجماهير الجماهير إيه اللي بتناشدها كابتن الشريف؟ ها؟ جمهور الأهلي ده جمهور الأهلي ده جمهور الأهلي ده اللي دعمك ووقف جنبك لما مستر مارتين يول قال عليك إنك لا تصلح للنادي الأهلي فاكرين تصريح ده مارتين يول تلع لما كان مدير فاني لنادي الأهلي بعد أخطائك الكبيرة جداً اللي ارتكبتها سوق في بطولة الدوري أو بطولة الدوري أو بطولة الدوري أبطال أفريقيا أو كلفة النادي الأهلي البطولة الأفريقية وتلع قالك إيه؟ قالك لا يا جماعة أنا بصراحة والرجل كان يعني صريح في التوقيت ده قالك شريف إكرامي لا يصلح لنادي كبير زي النادي الأهلي ده كان تصريح لهولندي مستر مارتين يول المدير الفاني في التوقيت ده للنادي الأهلي إيه اللي حصل من جمهور الأهلي ساعتها؟ اللي انت مستغرب كلامهم واللي انت مستغرب إنهم حاطينك في جملة مفيدة وقفوا جنبك ودعموك وفضلوا في ظهرك بعد التصريح ده لحد ما ابتدت استعيد مستواك وابتدت تبقى مؤثر مع الفريق وابتدت تبقى أساسي لحد ما جلش الناو تقلق واخد المكان من المكان فالجمهور اللي بتتكلم عليه والجمهور اللي بتنجده يا كابتن شريف مع احترامي اللي شخصك والشخص أي واحد احنا بنتكلم عنه لكن احنا هنا يا جماعة بنحط النقاط على الحروف لازم نوضح لجمهور النادي الأهلي في حقيقة مش هنفضل سكتين بصراحة يعني مش هنفضل سكتين لما حد يتكلم بطريقة او بكلام غير حقيقي وغير وقعي وفاكر اللي بيسمعه ده ما عندوش قدر كافي من الزكاء لا يبقى غلط يبقى لازم نرد لازم نتكلم انت شو اخد بالك يا كابتن شريف ان ومعلومة بقى مفروضة عندك يعني معلومة زي دي مفروضة عندك ان من 4-5 ايام كان رمضان صبحي بيصور اعلان لشركة من شركات الرعي للنادي الأهلي والمبلغ معروف جدا للجميع دلوقتي رمضان صبحي خد كم في الاعلان ده؟ هو رمضان صبحي لما خد الفلوس دي او المبلغ ده كان ليه؟ علشان هو لاعب في النادي الأهلي علشان هو رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي بخلاف امكانياته وبخلاف مهاراته اللي انتوا عارفين كويس قوي رأي فيها لكن في المقابل لما بيظهر رمضان صبحي في التلفزيون كلاعب للنادي الأهلي هل المقابل المادي اللي بياخده؟ هو هو نفس المقابل المادي اللي ممكن ياخده هو لعب لأي نادي اخر ايا كان اسمه؟ لا طبعا فدي كلها امور تبينلك وتعرفك كويس جدا يا كابتن شريف وكل من يتحدث بهذه الطريقة عن النادي الأهلي دي كلها امور تبينلك قيمة النادي الأهلي وتبينلك قد ايه؟ جمهوري النادي الأهلي واعي وعنده قدر من الاحساس والزكاء اللي يقدر يقرى به تصرحات بعض من من انتمه للنادي الأهلي فترة من الفترات اللي نسيه كمان كابتن شريف إكرامي ان هو كابتن لحد دلوقتي في النادي الأهلي اللي نسيه كابتن شريف إكرامي ان احنا عندنا بطولة دورة أبطال أفريقيا انت مفروض نكمل الموسم مع النادي يعني مفروض ان انت متتكلمش في وقت زي ده خالص يا سيد لما تروح اي نادي تاني ربنا يوفقك اتكلم وقول براحتك لكن الواضح ان انت بتنتقم من عدم تجديد النادي الأهلي لعقدك انا عمري ما شفت حد عايز يكسب كل حاجة في الدنيا عايز يكسب فلوس من خلال نادي جديد فلوس كويسة عايز يحافظ على علاقته بالاهلي وجمهوره عشان يبقى كادر في النادي الأهلي محدش يا جماعة بيكسب كل حاجة في حاجات بتضحف بيها عشان تكسب حاجات تانية لكن خلاص كلامك كله خسرك حاجات كتير جدا للأسف فبالتالي احنا في فترة جاية دي جزئية خلاص انا علقت عليها ومش حكلم فيها تاني بس انا كان لازم اوضح للناس احنا في فترة جاية هنركز مع الفريق هنقوم بالدور اللي لازم يقوم به كابتن النادي الآن هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل يلا بينا يعني في الحقيقة الموضوع متعلق بالناس كتير جدا يا جماعة والله اعتذلت في النادي الأهلي يعني ناس كتير جدا عملت تاريخ في النادي واعتذلت في النادي والأهلي كمت وبياخد بطولات وبيكسب مباريات وبيعمل كل حاجة يعني كابتن محمود خطيبي يعني اعتذل كابتن مصافى عبدو اعتذل بركات ابو تريكا والجمعة متعب كل الأساطير دول اعتذل بس هم اعتذلوا عندهم رصيد كبير جدا عند الجمهور وده اللي بيبقى مع الاختلافي يعني كل واحد ودماغه يعني لكن في نفس الوقت الناس دي اعتذلت انا اللي يهمني في الاخر ان النادي بحجم النادي الأهلي لا بيكمل مسيرته والأمور بتمشي والله مفيش أي مشكلة خالص يعني في كل الأحوال ترند الأهلي ايه النهاردة يلا بينا صفحة الأهلي اليوم على فيسبوك نشرة احصائيات مواجهات الأهلي وأسوان الحساب الرسمي لموقع سوبر كور على تويتر قال ان فيلر يقرر ضم ياسر إبراهيم لقائمة الأهلي لمواجهة أسوان الحساب الرسمي الواطن سبورت على تويتر قال ان فيلر يدرس الاطاحة برمي ربيعة من تشكيل الأهلي أمام أسوان الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتبوا ان فيلر يحذر معلول وهاني وفاتحي من البطاقات الصفراء قبل لقاء الكم أما الحساب الرسمي الواقع يلا كورا على انستجرام نشروا تصرحات لنادي أسوان إن مواجهة الأهلي لن تنقل إلى أستاذ الأهلي والسلام ورسالة تحفيز اللعاب الأهلي الفترة القادمة وده من حساب مزيكانه على فيسبوك وده دور الجمهور وحنا نقرأ الرسالة دي لازم نقرأ الحساب الرسمي لموقع بطولات على تويتر كتبوا ان الأيام القادمة هتشهد انفراجة في تمديد عقد لعب الوداد قبل مواجهة الأهلي في دوري الأطال اللعب اللي هو محمد النهيري طيب حعلق على بعض الأخبار سريعا قبل ما ناخد زميلنا العزيز كريم أحمد مرسل الأهلي عشان نطمن من خلال على كل الأمور التي تتعلق بالفريق قبل 24 ساعة من مباراة الغد وأنا عايز أبتدي دي صفحة الأهلي اليوم على فيسبوك واللي نشرت إحصائيات مواجهات الأهلي وأسوان الفريقتين لعبوا 19 مباراة بالدوري الأهلي فاس في 18 واكتفى أسوان بتحقيق فوز وحيد وما كفيش تعادل خالص في مواجهات الفريقتين تاريخيا الأهلي سجل تيطة 40 هدف في شباك أسوان في مقابل أسوان سجل ثمان أهداف في شباك الأهلي الهدف التاريخي للمواجهات ما بين الفريقتين سبع أهداف له حسام حسن نجم النادي الأهلي الأسبق طيب كمان للحساب الياس من مواقع سوبر كورا قال إن فيلر يقرر ضم ياسر إبراهيم للقايمة ياسر إبراهيم خفى خلاصه بقى جهز للتواجد في قامة النادي الأهلي بكرة قبل ما نروح لكريم كمان في جزئة مهمة للوطن سبورت تكلموا عنها وهو موضوع الإطاحة دي رامي ربيع عن تشكيل الأهلي هم بس فيهتهم حاجة يعني دي بتحصل ما فيش مشكلة إن رامي موقوف هتقول لي إزاي موقوف هو كان موقوف المباراة اللي قبل اللي فاتت المباراة اللي قبل فاتت هو توقف فيها عشان خطر في مباراة سموحها مقبل كورونا آخر مباراة قبل كورونا لكن كان في رصيد وإنذارين خد الإنذار التالت في مباراة الإنتاج فبالتالي حيغيب عن المباراة القادمة الرسالة بس اللي عايزة أراها قبل كريم وده أمر مهم جدا لأن ده الدور اللي لازم كلنا نقوم به خلال فترة جاية واللي قام به طبعا كمان حساب ماجيكانو على فيسبوك وقاله رسالة تحفيزية لعيب الأهلي خلال الفترة القادمة قاله إيه؟ قاله لازم نقفل على فريق الفترة اللي جاية تمام ونبعد اللعيبة عن الأحداث اللي بتحصل دلوقتي دي لازم يكون فيه تركيز كبير الفترة اللي جاية لأن بعد شهر تقريبا هنلعب نصف نهائي أفريقيا ودي البطولة الأهم بالنسبة للجماهير في الوقت الحالي مع حسم الدوري طبعا بإذن الله إحنا في أهم فترة في الموسم لازم اللعيبة تفهم كده وتبعد نفسها عن أي حاجة تشتت تركيزها كلام مهمة قوي من جمهور النادي الأهلي نروح لكريم يا مساء الخير عليك يا كريم أهلا بيك كل التحية لك زميلي أمير الشام برحب بيك طبعا برحب بكل مشاهدة ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان أهلا بيك يا كريم طبعا زي ما حالكم شايفين معنا كريم من أستاذ مختار التتش واستعدادة النادي الأهلي الأخيرة لمواجهة الغد أمام أسوان كالعادة طبعا يعني زميلي أمير طبعا بنقول ما فيش راحة وضغط مباراة كبير جدا تحديدا كمان مباراة أسوان اللي بيستعدلها النادي الأهلي بكل جدية وبكل قوة غدا على استاذ القرى في تمام الساعة التاسعة مساء جولة عشرين إن شاء الله كالعادة في البداية بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة تأكيدات أكيد من الجهاز الفني مستر ريني فيلار كابتن سيد عبد الحفيز غلق الصفحة تماما للمباراة الأخيرة بالنسبة طبعا للتعادل الأخير هدفنا طبعا هو لثلاث نقاط لكن كل مباراة تعرف زميلي أمير بيكون لها ظروفها وليه أمور عديدة جدا فإن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جديدة وهي إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة أسوان ثلاث نقاط تكونوا مهمين كالعادة لفريق النادي الأهلي للاستمرار في سلسلة الانتصارات والحصول أيضا إن شاء الله بإذن الله على بطول اطلاق بالدور العام تدريجيا كده بناخدها خطوة خطوة مباريات عديدة ومباراة قوية وكمان تحديدا مباراة أسوان القادمة يكون مباراة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي لأن عنده مباراة الزمالك المباراة اللي هكون يوم 22 إن شاء الله لكن كالعادة كل مباراة بيكون لها تركيزها الكامل لفريق النادي الأهلي للجهاز الفني وده اللي أكد عليه مستر ريني فايلر كان فيه محاضرة فنية قبل انطلاق المران المران يمكن نقدر نقول له خمسة ونصف تماما يكون التدريب بالفعل الرئيسي لفريق النادي الأهلي محاضرة فنية يتكلم فيها بشكل كبير جدا الجهاز الفني على غلق الصفحة تركيز الفترة القادمة والتأكيد كمان يا أمير على الدخول في المباراة يكون بشكل قوي وبشكل جيد جدا شفنا المباراة الأخيرة دخول فريق النادي الأهلي ما كانش بالشكل المطلوب لكن ده اللي بيأكد عليه كل الجهاز الفني لابد يكون الدخول بشكل قوي استغلال أفصاف الفرص وزي ما طبعا ما احنا شايفين تدريب فريق نادي الآلي بدأ بالفعل الجهاز الفني الكل بأهل اللعيبة لهذه المباراة وزي ما انت ذكرت طبعا انا عايز اتكلم على اكثر من نوطة بالنسبة لرامي ربيع تحديدا يعني في ناس كتير ذكرت ان رامي ربيع خارج الحسابات الفنية لكن زي ما انت اكدت زميل عمير رامي ربيع حصوله على انذارين في مباراة سموحة ثم الطرد اكيد في المباراة الاخيرة انذار كمان فتلات انذارات بيعود كمان بقى خلاص بعد رامي ربيع ويقافه بيعود ايمن اشرف عندنا بدلك شوية بالنسبة لخط الظهر يعني ياسر براهيم اصابة ايمن اشرف بيغيب ويعود رامي ربيع بيغيب وبيعود تاني لكن ان شاء الله باذن الله لابد يكون لعب تلنادي الآلي عندها حرص كبير جدا في التدخلات في الحصول على الانذارات لان عندنا عدد كبير من لعيبة سواء عندهم انذار واحد او انذارين يعني اللي عندهم انذارين طبعا محمد هاني وعلي معلول واحمد فتحي اكيد من التأكيد ان الجهاز الفاني حذرهم بشكل كبير جدا لابد يكون التدخلات يعني مبقاش فيها عمف شوية الالتزام ضبط النفس بشكل كبير جدا في المباراة لان محتاجين كل اللعيبة ان شاء الله خلال المرحلة القادمة كمان ياسر براهيم انت اكدت عليه بيعود من جديد در بشكل كبير جدا وخاجره على تدريبية كاملة امس فيه تدريب الامس النهاردة كمان هيكون متواجد بشكل قوي جدا ايضا محمود متولي ومروان محسن يعني الاتنين طبعا كان عندهم بعض الاجهاد العضلي اشتكوا منهم في تدريب الامس لكن مع الاتمئنان طبعا من خالد محمود طبيب النادي الالي اكد ان هو يكونوا متواجدين اتعملهم ريكافري كويس جدا امس ان شاء الله يكونوا متواجدين في مباراة الغد المباراة اكيدا يكون قوية الفريق النادي الالي احترام المنافس ده اللي اكد عليه الكابتن سايد عبدالحفيز لكل اللعيبة لابد يكون في احترام جيد جدا استغلال الفرص الدخول في المباراة الاتكتك كمان كل مباراة لها متطلبات لها ظروف لها لعيبة وممكن نشوف بشكل كبير جدا تغييرات في فريق النادي الالي او في تشكيل فريق النادي الالي غدر ان شاء الله في هذه المباراة طيب كريمة عايزة تطمن على الحالة المعنوية والزهنية عند لعاب النادي الاهلي عقب التعادل الاخير امام الانتاج وقبل فترة حاسمة ومهمة جدا في نشوار النادي الاهلي سواء محليا وافريقيا لسه شوية على الجانب الافريقي لكن انت عندك مطشين وارا بعد بنركز في مطشط اللي بتواجهنا في الاول مباراة أسوان وبعاكية عندك مباراة الزمالك يوم السبت بإذن الله تعالى الحالة الزهنية والمعنوية عند لعاب النادي الاهلي من خلال رؤيتك داخل الملع نقطة مهمة جدا طبعا زميل امير وهي حالة التركيز والرغبة والتجديد الدوافع بشكل كبير جدا وده اللي بيقوم بيه اللعيبة الكبار يعني ان قدر اقولك ان اللعيبة الكبار سواء شناو ووليد سليمان مش عايز انسى حد من كل اللعيبة الكبار النهاردة جمعت اللعيبة قبل التدريب والحديث كله اكيد طبعا عن التركيز على المرحلة القادمة ولابد يكون فيه دوافع متجددة بشكل كبير جدا عن اللعيبة عندها رغبة بشكل كبير الهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاالي وانت عارف جمهور النادي الاالي ما بقبلش غير بالتلات نقاط لكن بنأكد كل المباراة بيكون لها ظروب بيكون لها استثناءات بيكون اللعيب سواء فيه بدل لكن النهاردة متواجد او الفريق بشكل عام بيكون فيه بدل جليب فيه المباراة لكن بأكد لكن فيه حالة جهازية بشكل كبير جدا خلاص الصفحة تقفلت بشكل كبير بالنسبة لعيبة النادي الاالي المعنويات مرتفعة الامور كلها ان شاء الله بإذن الله تصبب مصلحة فريق النادي الاالي كل اللعيبة مركزة كل اللعيبة ان شاء الله عندها امل كبير جدا بإذن الله ان هي تستمر في سلسلة الانتصارات بيبان في الجدية يا أمير وبيبان في التدريبات وبيبان الحماس الكبير وده اللي بنأكد عليهم ما بنقول عندنا ثقة كبيرة في لعبة النادي الاالي ما بنقولهاش من فارغ اللي بنشوف حماسه الجدية كبيرة جدا التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا بالنسبة للفوز او التعادل او الخسارة لكن ان شاء الله بإذن الله لعبتنا جاهزة ان شاء الله بإذن الله ان هي تحصد ان شاء الله بإذن الله تلات نقاط هيكونوا مهمين جدا لفريق النادي الاالي بإذن الله تعالى كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زمينا العزيز كريم احمد مرئيس القناة الاهلي كان معانا على الهواء مباشرة مستاد مختار التتش ويطمننا بشكل كبير جدا على الثريق النهاردة في مرانو الأخير قبل مباراة الغد امام فريق اسوان في الحقيقة مباراة غاية في الاهمية مهم قوي ان شاء الله بإذن الله ان الاهلي يظهر بالشكل المطلوب اللي يساعد معنويا في الفترة اللي جاية بشكل ايجابي طيب انا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندنا فقرات اخرى في حلقة التريند العالمي في الحقيقة عدد كبير جدا من الأخبار وتحديدا فيما يتعلق بطول الدوري عبطال أوروبا وكمان فيما يتعلق بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي اللي تم حاسمه وليه صالح طبعا كيفين دي بروين نجم خط وسط فريق منشستر سيتي ومن أحسن لعبة في العالم في الحقيقة يعني لعب مهم جدا فبالتالي خلينا نشوف التريند العالمي بيقول ايه الحساب الرسمي الدوري الإنجليزي على تويتر يعلن كيفين دي بروين فوزه بجائزة لعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتازة 2019-2020 في الجول على تويتر نشر صورة لسترلينج وعلق ليس بعد الهدف الثالث في هذه اللحظة ودع منشستر سيتي دوري الأطول قصدهم بعد الهدف الضيئة معي عاجل دلوقتي عاجل دلوقتي الجهاز الفني للنادي الأهلي قلولي يا جماعة فيه مهمة أول خبر ده طيب الجهاز الفني للنادي الأهلي بيشكر شريف إكرامي وبيستبعده نهائيا لنهاية الموسم خبر مهم جدا وعاجل في هذه اللحظات وقرار هام جدا في الحقيقة من الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد تصرحات شريف إكرامي الغير موفقة سواء في تصرحاته أو في توقيت التصرحات دي فبالتالي النتج عنها النتج عنها طبعا استبعاده من استبعاده على طول من قايمة الفريق لنهاية الموسم قرار موفق جدا في الحقيقة من الجهاز الفني للنادي الأهلي تاني يا جماعة يريد توروني الخبر قدامي دلوقتي على الشاشة عاجل الجهاز الفني للنادي الأهلي يستبعد شريف إكرامي ويشكره على الفترة اللي قضاها في النادي الأهلي ويستبعده لنهاية الموسم وده أمر مهم وخبر عاجل جدا وتاني حيضة على حضرتكم ده بعد إيه؟ بعد ما أن الناس اتفاجأت أن كابتن فريق النادي الأهلي بيتكلم بالسلوب اللي هو يتكلم بيه مبارح وفي الحقيقة ده أمر غير مطلوب وغير موفق إطلاقا وحاجة بصراحة غريبة جدا 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 وإحنا اتكلمنا في الجزئية دي تحديدا مع بداية الحلقة واتكلمنا وفصلنا مع حضرتكم التويتات اللي كتابها شيف إكرامي على حساب الرسمي على تويتر وحطنا النقط على الحروف وقلنا كل الحقائق والواحد بصراحة بقى مستغرب يعني من الآخر كده أنا بقيت مستغرب تصرفات غير مسؤولة من واحد إحنا دايما كنا بنشيد وبنقول عليه إنه هو إيه العقل اللي هو فيه ده وإيه الرزانة اللي هو فيها دي أي رزانة؟ رزانة إيه يا راجل؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ علاقتي باللاعب علاقة طيبة لكن لما يبقى الموضوع عند النادي الأهلي اللي يا جماعة يعني نقطة من أول السطر لما موضوع يكون عند النادي الأهلي وعدم تحمل المسؤولية الواضحة جدا جدا على واحد من المفترض إنه هو عنده ما يكفي من الخبرات عنده ما يكفي من حب للنادي الأهلي عنده ما يكفي من تاريخ مع النادي الأهلي فإن أنت تلاقيه بيعمل كده؟ نفسي يلاقي سبب نفسي يلاقي سبب هل هو حب إن أنت تكون متواجد أو بتقحم نفسك في شيء ما؟ حب إن أنت لازم ترد على الناس حسن الناس بتتكلم الناس لهم رأي عندهم إحساس وعندهم ذكاء وكلمة دي اللي أنا أتكلمت فيها مع بداية الحلقة في الحقيقة يديهم حريةهم يتكلموا يديهم حريةهم يستمتبوا عايز ترد؟ ما عنديش مشكلة إنك ترد لكن اختار التوقيت المناسب للرد شوف إيه اللي ينفع؟ إيه اللي في مصلحة النادي؟ اللي اداني كتير اللي استفدت منه كتير على مدار السنوات عديدة واعملهم؟ إيه الصالح بتاحهم؟ فأنا الثاني أعيد على حضراتكم الخبر وهو خبر عاجل النادي الأهلي يقرر استبعاد شريف إكرامي لنهاية الموسم وخروجه من قيمة الفريق يعني بكده شريف إكرامي مش موجود مع النادي الأهلي خلاص لأن عقده خلص والنادي الأهلي كان رغبته واضحة في عدم التجديد لللاعب فبالتالي ده كان أمر متوقع ليه متوقع؟ لأنه بعد تصريحات اللعب مبارح بديه جدا إنه ده يبقى قرار النادي الأهلي بديه ما بيهزر واحد زائد واحد يسوي اثنين على طول أنا ما أثرتش معك في حاجة أنت هتجي تأثر شكرا لك والمواقف كتير ويبقى النادي الأهلي دائما وأبدا في مسيرته أيا كان مين مشي مين اعتزل مين خان مين عمل موس الأهلي بيفضل موجود على طول الأهلي بيحافظ على فريق بيبقى ده هدفه آه هدفه كان أحافظ على اللاعبين لكن اللاعبين مش محافظة علي مش عايزيني خلاص شكرا مش بتأثر المواقف كتير جدا وأسماء كبيرة جدا مشي بإمكانيات كبيرة بإمكانيات رائعة بمستويات ممكن تكون خدت وقت عشان تعوضها لكن بيكسب الأهلي بطوله بيكسب الأهلي بمباريات بيفرح جمهوره وحيفضل يفرح جمهوره وحيفضل يكسب البطولات لأن اسم النادي الأهلي واحده يكفي سياسة النادي الأهلي اللي معروف عنها النادي على مدار مختلف مجالس الإدارات السيستم اللي موجود هو اللي بينجح هو موضوع موضوع سيستم موضوع موضوع إدارة أنت إزاي بتدير ملفاتك إزاي بتقدر أن أنت تحقق أهدافك رغم العقبات والصعوبات اللي بتواجهها طبيعي جدا أنت في مشوارك في أي حاجة في شغلتك أنت كواحد بتتبعنا دلوقتي أعين كانت مهنتك إيه ما بتقابلش أزمات ما بتقابلش مشاكل بتقابل لكن عقليتك هي اللي بتوديك للنجاح اللي أنت منتظر فعقلية النادي الأهلي كده النادي الأهلي بيفكر في مستقبل فريق عنده لمت وحدود معينة بيشتغل فيها عشان مصلحة فريق ككل مش عشان مصلحة لعب وفي الحقيقة حاجات صادمة كتير جدا أن الواحد بيتفاجئ بها آخرها بصراحة شريف إكرامي فعشان كده قبل ما اختم على حراتكم هكرر الخبر من المرة الأخيرة وهو خبر عاجل النادي الأهلي يكرر استبعاد شريف إكرامي من قائمة الفريق وإنهاء مشواره مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة واللاعب الآن غير موجود على قوة النادي الأهلي لأن عقده انتهى ده كان خبر عاجل وده خبر ترند بنختم به حلقة الترند النهاردة بكرة حلقة جديدة إن شاء الله هنتكلم فيها في كواليس كتير قوي أهمها كواليس ما قبل مباراة الأهلي وأصوان لأنه ده الأهم واللي هنزوق فيه الفترة الجاية عشان مصلحة نادينا اللي المفروض أبناء ويكونوا عارفين مصلحته كويس جدا استنونا في حلقة بكرة مترين سلام اشتركوا في القناة